انفريلا النهاردة بيفتح المؤتمر الصحفي وهو فاضله نقطة عالدوري اخي الدوري وكاس وشغال في الكاس التاني وراح سوبر يعني عمل شغل اطلع بقى اتكلم عن نفسي بقى اعمل دي عارفنا دي بقى واقول وعيد وزيد عمل حاجتين عمل حاجتين وما جابش سيرته يعني هو ما جابش سيرته عمل حاجتين شقر اللعيبة كبير صغير خبرة قديم جديد شقر اللعيبة وقال جملة ما يعملهاش غير معلمه قسطة طلب الجمهور وقال لهم انا بحب يكون الجمهور موجود وبنادي وبناشد ادارة الزمالك ان الماتش الجاي هو ماتش الحسب الجمهور يكون موجود في المدرجات عارف ان دي سكته عارف ان دي سكته سألوه على الصفقات عارف ان هو في التوئيد ده بيلعب ومستني بطولة وعلى اعتاب بطولة وبيلعب كاس وبيلعب وعايز حافظة على لعبته اللي وقفوا معاه وعملوا معاه الواجب كله قال لهم انا حاجيب لعيبة مش حاجيب لعيبة غير لعيبة كبار لعيبة كويسين لعيبة كويسين قالوا طيب هتجيب مين يعني هتجيبهم منين اللعبات كويسين قال لهم هتجيبهم من اي حتة حتى حتى لو طلعوا عندي يعني ايه بقى الحتة دي يعني ايه يعني هو قال ان ما عندوش جوه وهو عندو ولا ايه بقى الحتة دي اللي بقى لنا فترة بنقولها قال لك كده يعني قال للجمهور انا ممكن يكون عندي ناشئ هو ده اللعب الكبير ده اللي انا محتاجه ما تفرحش ان اروح اتصور وعمل لك مؤتمر واجيب لك التشيرت وقول لك الصفقة الجديدة ما انا ممكن تكون عندي جوه الصفقة الجديدة فصدر مشهد للجمهور قال لهم درس جديد وقال حتة كبيرة قوي قال على اتحاد الكورة ان هو يساعد الاندية انها تطلع ناشئين لازم يكون فيه لائحة مختلفة نور كشاف عايز يقول اكبار الاندية على ان ناشئين تكون موجودين عايز يقول ان اللي جوه ممكن يكون احسن من اللي بره بكتير عايز يقول انه مش بالملايين مش بالملايين والمؤتمرات والتشيرتات عايز يقول ان انا ممكن اكون عندي ناشئين هو دي صفقاتي هي دي وبصراحة هو ده اللي هو اثبته يوسف اسامة نبيه سيف فاروق جعفر نمار حسامة عبد المجيد فين ده منين امتى حصل السعكام ده امتى يعني امتى النهاردة بتفرج على مدش الزمالك واعمل مجموعة كبيرة من جمهور نادي الزمالك والله العظيم الحديث كله حسامة عبد المجيد امتى حصل ده امتى راجع بلعب اخر واحد في الملعب وهذا في النهاردة وبراسه وجراءة واداءه ايه ده ايه ده هو ده الكلام فممكن واحد يقول لي ايه ايا بس افرد افرد هو عايز يجيب رونالدينيو او رونالدو افرد ما هو ممكن يكون عنده جواه برضو عنده جواه ازاي يعني ازاي او ممكن هو ممكن جمهور الزمالك يستنى رونالدينيو ولا رونالدو يلعب في الزمالك جمهور الزمالك النهاردة عامل لقطة بيعمل ايه بقى بينشد رونالدو يجي يلعب في اعظم نادي فأعظم نادي في العالم ونادي الزمالك فأفروك عارفين عارفين هو عايز يقولي هو عايز يعلى باسم ناديه هو أكيد يعني أكيد هو مش واجه رسال لرونالدو ولا مستنيه ولا الكلام ده ولكن هو عايز يقولي ده أعظم من أعظم نادي عنده عنده كجمهور بينتميله المكسب بيجيب انتباء المكسب بيجيب فرحة المكسب بيجيب حاجات كتيرة جدا 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 كويسة المكسب بيجيب حاجات كتيرة جدا جدا كويسة طيب